قبل فترة صار في عندك خراب، صار في عندك انكسار الآن يعني هاي الفترة رح تحاول طول الفترة الجاي وانت تترمم مثل ما بيقولوا جراحاتك، في شخص رح يساعدك في الموضوع أنا بشوف هذا الكرت ممكن يشمل أي شيء لعمل المال، الحب، العاطفة لأنه جامع كل إشي بنفس الكرت فبشوف في شخص عم بيساندك لحتى يعني تمر، خلينا نقول تمر من هاي الأزمات كله ياته أو يرمم لك جراحاتك معاك، انت ما رح تكون لحالك على فكرة خلينا نفتح مثلا هون أو حبايبي يعني الكروت فيتغير معناها حسب ايش في بجنبها ايش في فوقها تحتها فا خلينا نشوف بشكل عام لبرج العذراء شو مخبيت له الكروت زي ما قلتلك عم بترمم موضوع وعم تحصل على النتيجة اللي بدك إياها روحك عم بتتشافى، جسمك عم يتشافى إذا كان في عندك على فكرة عم بشوف فيه يا عملية جراحية مش عندك انت عند شخص بخصك ولكن هاي العملية يعني اللي هي رح تمر على خير لأنه بيّن انه في عندنا يعني زي دعوات زي شي لحتى هذا الامر يزول وعم بشوف الموضوع بتحقق يعني عم تتحسن الصحة لهذا الشخص ممكن تكون انت يعني بس الاكتر انه من العائلة عم بيعاني من شي معين مرض معين عملية جراحية زي ما بيّن هون تحت هذا الكرت في نجاح بالموضوع والصحة رح تكون تمام لهذا الشخص يمكن يكون شخص عزيز عليك كتير ممكن الوالدة مش عارفة بس عم بيعني بالعكس عم تتحسن صحته ويصير احسن منك انت يعني انه احسن من الانسان الطبيعي رح يهتم بصحته كتير هو شخصيا اه لا شايف هذا الموضوع عم بيتم على نجاح برج برج العذراء طبعا من الابراج اللي عانوا كتير بالفترة الماضية ذاقوا الامرين يعني زي برج التور تقريبا والله كل الابراج كانت تعبانة وعم بشوف في استمرارية شوي بالتعب ولكن في بشائر خير في بشائر خير كتير عم بشوف بالوراء لكل الابراج كل التحديات اللي عم بشوفها بشكل عام بالابراج عم بتعلمنا هلا يعني زحل عم بعلم الكل عم بكافئ الناس اللي كانت تشتغل بجد وعم يعني عاقب الناس بسموه المعلم الاكبر عم بعاقب الناس اللي شوي يعني انظلموا بالنتيجة كمان عم بيختبر عم بيختبر الصبر عند الشخص عشان يكافئوا بعدين عم يختبرك اذا انت قدتها ولا مش قدتها في نوع من عند كل الابراج عم بشوف نفس خلينا نقول النقطة انه عم بيصير في عندهم تحديات هذا العام المشترك في كل القراءات فما تفكر حالك انت صاحب اي برج ما تفكر حالك انه انت الوحيد اللي عم بتعاني او في عندك تحديات الكل عم بتصير في عنده تحديات عم بشوفك بتنتقل من ممكن مسكن لمسكن ممكن من بلد لبلد اكتر شي من بلد لبلد عم بتسعى لهذا الموضوع ولكن انا بقولك مش هاي الفترة يعني هاي الفترة ما كتير انا بنصحك بموضوع السفر انت حابب تغير فممكن تغير مسكن ممكن تغير اي موضوع الشغل شغل لا تغيره يا عدراء خليه زي ما هو منيح شايفي شغلك منيح وفي تطورات في المستقبل فخليك في شغلك لانه في ناس عم بتفكر بتغيير العمل بالتغيير بشكل عام فبقولك العمل ما تقرب منه خليه ماشي بالنسبة لهذا الكرت كمان بشوف ممكن يمس العاطفة ممكن تروح من اقصى البرود لاقصى الزهار الحياة عم بتعيش مشاعر جديدة عم بتعيش مشاعر جديدة مع شخص اما جديد ممكن يكون هوائي او ناري او مع شخص قديم موجود في حياتك من قبل عم بيصير في التقاء بناتكم ولكن انتويا عم بتكونوا عكس بعض عكس الشخصيات يعني شخصيتك انت حامي كتير هو بارد كتير هو عم بيفكر كتير انت ما بتفكر يعني بغض النظر عم بيكون في اختلاف كبير مش بس بالامور الخارجية يعني كعقيدة كبلد كجنسية كعمر لا حتى بالشخصيات نفسها عم بتكونوا معاكسين او مكملين خلينا نقول لبعض فانا بشوف انت موجود مع الشخص اللي بناسبك تحتيها مباشرة شايفي برضو فيه سفر هون يعني فرصتك بالسفر يعني ذراء كتير كبيرة خلال فترة ما بعد هذا الشهر يعني مش بهذا الشهر بعد هذا الشهر خلال هاي الفترة اللي احنا عم نفتح عليها عم بتكون فيه اخبار حلوة عم نوقع على ورق عم بيصير فيه اشياء حلوة من ناحية السفر عم توصلنا تطمينات ولكن السفر نفسه رح يكون بعد هاي الفترة على الاغلب كمان بشكل عام رح تواجه حدا اما بمحكمة بقضية او امر بتعلق بالمال عم بتواجهه انك بدك حقك او هو بده حقه عم تحصل على اللي بدك اياه في هذا الموضوع عم تنتصر في هذا الموضوع اذا كان محكمة مثلا حضانة اطفال او على مال معين على شي معين اي شي في محكمة في قضايا في امور مالية انت عم بتكون اكتر يعني الكفة رح ترجح للك انت شايفيتك بهاي الفترة ما عندك جلادة للصبر يعني ما عم تكون صبور بدك بسرعة النتائج مليت وفعلا يعني العذراء كتير كتير استنى فمن حقك يعني بس التغيرات ما رح تكون اللي هي كتيرة بهاي الفترة لا شوي شوي عم تتغير للأفضل المهم انها تتغير للأفضل فنكون بس صبورين شوي عم بشوف ناس بتدرس ولكن عم بتضيع كتير وقت عم بتضيع فرص عم بتضيع مش عارفة ما عم تكون كتير مركزة في الدراسة فنصيحة لبجر العذراء اللي عم يدرسوا او عم يقدموا لمناح عم يدرسوا دراسات عليا خاصة اللي بيعني بلد تاني غير الوطن لا يهتموا في هذا الموضوع كتير لانه يعني رح يكون كيف رح يكون هو الفاصل في حياتكم رح كتير تلقوا يعني نتيجة جدا حلوة ومضاعفة ولكن لازم كتير انك يعني فعلا تركز على الموضوع ولازم تحاول اكتر من محاولة ما تيقس بسرعة لانه شايف بهذا الكرت شوي شعور باليأس شوي انك مليت يمكن من الدراسة من موضوع معين وممكن يكون مش بس بالدراسة ما عم يكون عندك صبر فبنقولك لا في لازم يكون في صبر لانه في بالنهاية رح يكون في عندك شخصين بيساعدوك اه او شخص بيساعدك في موضوعين او موضوعين رح يمشوا موضوعين رح يمشوا عندك عن ان تستنى يعني فيهم فترة طويلة هدول الشغلتين طبعا انا ما بعرفهم انت اللي بتعرفهم يعني ممكن يكون موضوع عاطفي زائد موضوع عمل ممكن يكون صحة زائد عمل المهم في موضوعين في مجالين انت عم تستنى فيهم اه فرصتين او عم تستنى او امنيتين عم تستنى هم عم بيكونوا بين ايديك في اقرب وقت اه عم بشوفك هاي الفترة اه شوي عم تهتم بنفسك اكتر عم تطلع على نفسك اكتر مش اناني يعني لأ اه وكأنك تعبت من الاهتمام بالناس وما عم حدا يهتم فيك عم بتكون اه شوي تهتم في نفسك وهذا اشي رائع يعني بلعب بالعكس اه عم اه بتحب عيوبك عم تتقبل نفسك كما هي اه هذا الشي كله بيزيد طاقتك كله عم بيصير عندك اه طاقة ايجابية في هذا الموضوع اه وكأنه الطرف الثاني عم بيحسسك انه انت شوي يعني عم بتكون اه قليل او يقلل من قدرك ولكن انت عم بتعمل العكس بلاكس عم اه تنمي حالك عم بتكون بتشتغل في اه في اتجاه معاكس ما عم تحقق له اللي يبدو ياه خلينا نشوف بالعاطف شوي لبر العذرة او رح اعتمدهم عفكرة لا والله ما رح اعتمدهم لانه تكرروا خلينا ناخد كروت اه بشكل عشوائي عشان ما يتكرروا شوف هون بشوف اه في عندك اه صراع مع الشريك رح ينتهي هذا الصراع على خير عم بتكون كتير عصبي على الشريك او الشريك عصبي يعني هاي القراءة بتكون عامة وعكسي القراءات العاطفية مثل ما بتعرفه عم بتكون كمان بدك تستعجل بالعلاقة بدك تعمل تطورات كثيرة بالعلاقة عم بتروح العلاقة لناحية جدية اكتر ما هي اه كنت انت مبلش يمكن في العلاقة كهيك انت او الطرف التاني اه كعلاقة عابرة وعلاقة عادية ولكن عم بشوف التطور في هاي العلاقة شوفوا هون العلاقة الثلاثية عم تنتهي فيه فيه طرف تالت اه فيه عائق يمكن يكون فيه كزا هذا عم ينتهي لانه الكارث تطلع مقلوب فنكون متطمنين اذا كنا عم شاكين او كزا بالشريك او بخيانة اه الشريك قلتلك قبل شوي انك اه عم تهتم في حالك فبين عنا انه من ناحية عاطفية تكرر عنا تقريبا نفس المعنى يعني انت بتستحق كل اللي اللي عم تعمله عم تستحق انك تاخد الجائزة عليه او انك تربحه فعم بشوف عم تضيع مش عم بتضيع عم تبذل جهده كبير بالعلاقة وهذا ما رح يروح عليك انت مفكر انه انت الخسران او راح عليك كتير لا امبين كتير انه شوف في هاي الفترة كان عندك اه طاقة صلبية ما بعرف شو هي يعني اه حسد عين سحر ما بعرف هاي عم تنتهي هذا الشهر ليش لانك عم تستشفي بديك التنتين عم بتحاول الاستشفاء عم بتحاول اه انك تستشفي شوف هاي الامور كانت مسببة تأخير معين تأخيرات في الحياة في العلاقة العاطفية بما انه فتحنا العلاقة العاطفية اه ولكن شوفوا ايش في ورا الاستشفاء في ورا الاستشفاء كتير امور او اماني رح تتحقق وكأنه هذا الموضوع الطاقة السلبية كانت حاجز بينك وبين امنياتك اه فبشوف امنياتك ممكن تكون في الحب يعني اكتر من ممكن تكون في مواضيع تانية مع انه احنا فتحنا على القراءة العاطفية اه قلنا انه جلد الذات او التفكير في الاخرين رح يقل رح تفكر اكتر في حالك اه دايما كنت تسأل عن الشريك او تهتم بالشريك زيادة عن لازم الان عم تنقلي بالاية هو عم بيكون اكتير معصب وسترس في الفترة الجاي عم بيحس انه انت عندك اه طرف تالت ممكن عم يشك شوي عم بيغار شوي وهو المطلوب فعم بشوف كتير اه انت عم تربح المعركة اه ولكن خلينا نقول اه بسلاح ناعم بطريقة ناعمة مع انك بالماضي كنت استنى الكارما كنت بدك اه حبيبك او شريكك يكون اه خلينا نقول اه في ضائقة في مشكلة في كزا فلا بالعكس انا بشوف في التقاء بيناتكم اه هون بشوف العزاب العزاب في فرصة حلوة يعني قدامكم خاصة من برج اه مائي ممكن يكون اه في ناس رح تترك القديم وتبلش قصة جديدة تبلش قصة جديدة مع شخص جديد اه مختلف تماما في في الصفات من اه عن الشخص القديم برضو يكون مائي شايف هاي الحياة الجديدة رح تكون احلى رح تكون اه فيها مشاعر اكتر فيها اه عدل اكتر اذا هذا كان بشكل عام للعاطفة الضاقات زي ما انتو شايفين في ترابية في نارية وعم بتكون كمان مائية وفي برج ادلو كل شوي بيطلع لي في عندك حبيبي كمان اه انتصار بالعاطفة انتصار اه مؤجل اه لكنه مية بالمية رح يتحقق كيرت طلع مقلوق في تأخير بهذا الموضوع ولكن هو موجود رح يتحقق يمكن مش بهاي الفترة اللي احنا قلنا عليها يمكن انتصار هو على طرف الثالث لانو الطرف الثالث قيّن عنا بوضوح فخلينا نشوف بشكل عام شو المصيحة اللي ممكن تقدم لنا اياها الكروت لبرج العذروم